ازاك يا صديقي؟ كل الناس شافت الاجهزة اللي قبل اعلنت عنها في مؤتمر سبتمبر اللي فات اللي كان مركز بشكل اساسي على الايفون ولكن اللي الناس ما تعرفوش انه لسه قبل ما خلصتش الاجهزة اللي عندها اللي هتعلن عنها في 2024 ولسه فيه مؤتمر في شهر اكتوبر فخلينا في الفيديو ده نعرف ايه الاجهزة اللي من المتوقع انه قبل تعلن عنها الشهر الجاي يلا بينا مؤتمر شهر اكتوبر هيركز بشكل اساسي على اجهزة الماك واجهزة الايباد ومن المتوقع انه قبل تعلن عن خمس اجهزة جديدة في المؤتمر وعلى عكس المتوقع تماما فنجم المؤتمر ده هيكون جهاز الماك ميني الجديد اللي قبل هتعلن عنه لان الجهاز ده قبل هتعيد تصميمه بالكامل وهتخلي التصميم بتاعه اصغر وكمان هيجي بمداخل اكتر من النسخة الحالية واكيد اداء افضل مارك جيرمن بيقول ان الجهاز ده حجمه هيكون بحجم الابل تيفي اللي هو صغير جدا ودي هتكون اول اعادة تصميم للجهاز ده من سنة 2010 يعني من زمان جدا فعليا الجهاز ده كل الاجهزة تصميمها اتغير اللي هو الفكرة ان قبل عايزة تستفيد قدر المستطاع من تحولها لمعالجات الام بتصميم جديد اول مرة هنشوفه كمان الجهاز ده هيجي بخمسة يو اس بي سي جوداد مع مدخل اتش دي ام اي ومدخل ايسر نت بالاضافة طبعا لمدخل الباور وطبعا مدخل الثلاثة ونصف ميلي وطبعا الجهاز ده هيجي مع اتنين كونفجريشن معالج الامفور ومعالج الامفور برو وطبعا البيز موديل هيكون 16 جيجا مش 8 جيجا وعلى فكرة ده تغيير مهم جدا الجهاز التاني اللي قابل ناوية تعلن عنه هو جهاز الماكبوك برو الجهاز ده هيجي بنفس التصميم ونفس كل حاجة ونفس التقنيات ولكن قابل هتغير معالج الامسري لمعالج الامفور طبعا النسخة دي من جهاز الماك بتكون رخيصة ولكن قابل في نفس المؤتمر هتعلن عن النسخ الاغلى من الماكبوك برو اللي طبعا هيجوا مع معالجات الامفور برو والامفور ماكس مافيش تغييرات مهمة هتحصل على الاجهزة دي باستثناء المعالجات الجديدة اللي قابل هتعلن عنها من الاجهزة برضو اللي مش هيحصل عليها تصميم ولكن قابل هتعلن عنها في المؤتمر هو جهاز الايماك جهاز الايماك العادي رفيع جدا ممكن نشوف الجهاز ده بيجي مع الوان جديدة ولكن برضو التصميم العام مش هيختلف واللي هيختلف برضو هو المعالج لانه هيجي بمعالج انفور الجهاز الخامس اللي قابل هتعلن عنه هو اكيد جهاز الايباد ميني من المتوقع برضه ان الجهاز ده يجي بنفس التصميم ولكنه هيدعم معالج احدث ممكن يكون معالج الـ A18 او معالج الـ A18 Pro وطبعا هيدعم مميزات الزكاء الاصطناعي والريت ريسنج وهيحصل عليه شوية تحديثات داخلية بما انه ما تحدث بقاله 3 سنين كاملين مش عارفين الجهاز ده هيجي برفريش ريت عالي ولا لا انا شخصيا اتمنى ان هو يدعم البروموشن اللي هيخليه يوصل لحد 120 هرتز لانه لو دعم البروموشن ده حرفيا هيكون افضل جهاز تستخدمه للالعاب الجهاز الاخير بقى اللي قابل هتعلن عنه هو الايباد العادي الجهاز ده مش هيحصل عليه برضه تحديثات كبيرة زي من الناس متوقعة ولكن هيتم تغيير المعالج واضافة معالج جديد وممكن نشوف الوان جديدة بييجي بيها الجهاز وبس كده غمال حد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى ياربو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب سلام